موسيقى 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 طريق المشروبات والأدوية طبعا بعد مرور وقت طويل جدا وصلت إلى مدينة الفالنتاين زي ما تشوفون زي ما تشوفوا يعني الجو كان جدا جدا خرافي ومطر وهوى قوي ونوع من الثلج والرهيب في الموضوع انه الناس موجودين ويمارسون حياتهم العادية ويقومون بعملهم رغم الجو الصعب اضافة الى ذلك ترى تقدر تتكلم مع المواطنين وتكون حوارات وتتضارب معهم وغيرها يعني الحياة جدا طبيعية وايضا جميع المحلات ترى تقدر تروحها لكن ما تقدر تستخدمها وتستفيد منها يعني تروح محل الأسلحة ما تشتري الأسلحة تروح الجينيرال ستور ما تقدر تشتري أدوية وأكل وزي كذا ما يمديك يعني محلات موجودة لكن ما تقدر تستخدمها لكن يبقى شي جميل انك تجي للفالنتاين في هذا الوقت والجو ترى يعتبر جو جدا نادر ومن الأجواء النادرة للعبة فسؤالي هل قد قابلته زي كذا جو في اللعبة او لا بنسبة لي اول مرة اشوف الجو اللهبي هذا ترى ايضا تقدر تجيب وتأذي وتقتل الشرطة بإمكانك انك تسوي هذا الشي لكن لو قتلوك ترى رح يرجعونك الى المخيم الثلجي والمنطقة الثلجية ما رح ترسبن في مدينة الفالنتاين فخذ بالك من هذه النقطة كمجمل تجربة رهيبة صراحة لما توصل للفالنتاين رح يكون كل شي يعني طبيعي وأجواء جميلة والمحلات موجودة والمواطني الموجودين لكن الشي الوحيد انك ما تقدر تستخدم المحلات طيب ننتقل لموضوعا الثاني ايش رح يصير لو جون مورستن رجع للبيت وهو سكران ومعب الطاصة الموضوع كالتالي لازم تكون بشخصية جون مورستن في الابلوغ خذ لك اكبر عدد من المسكرات والمشروبات المذهبة للعقل واشرب لك عدد كبير جدا منها بعدها روح تكلم مع ابيجيل روبرتس وجاك مورستن وانكل وشوف ايش رح يصير اولا رح نشوف حوار عادي لجون مورستن من داخل بيته وبعدها رح نشوفه هو سكران وشوفه الفرق كيف كيف حالك؟ اخير تعلم جون ربما انا لا اخبرك انا شكرا شكرا لك لذا انه مكان نعم انه مخصص انه مخصص انه مخصص انه مخصص انه مخصص لس بخير، لم تكن ليصلك بالأسفة هذا أجلاني أن أجد أجل بل صديق صديق بل صديقي ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 اوه يا سببه بجمع انظر انه يترك العصابة جون مورسن جاء للبيت هو سكران طيب يا لهبيين شاركونا اراءكم في خانة التعليقات هل قد رحتوا للبيت او بيت جون مورستين انتو سكرانين او لا وهل راح تجربون التجربة انكم تبعدون عن المخين الثلجي او لا شاركونا اراءكم في خانة التعليقات طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة